ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن رحمد مجموعة كبيرة ومميزة من اللاعبين في فريق زاد. كلهم لعيبة ومميزة. وانت واحد منهم. فكرة التواجل في التشكيل العسية موجودة على الدكة. الامور دي كلها بتتعاملوا مع بعض ازاي فيها في الفريق. طبعا في وجود الكابتن مجدد عبدالعطي والكابتن ولي السراحي دي. والله بسم الله الرحمن الرحيم. انا دخلت على الفرقة طبعا في يناير. انا كنت في نادي فاركو. طبعا. وانتقلت في انتقالات يناير دي. وانتقالت جدا في فاركو واحدة من الصفقات المهمة جدا. اه. الحمد لله يعني دي حاجة فرقت معايا جدا. ان ادارة زد ان هم هتواصلوا معايا. وانا ده كان شرف ليا طبعا ان انا لعب في نادي زد. نادي منظومة كبيرة ونادي كبير. اول ما دخلت ما حسيتش ان انا يعني جديد عليهم. لا. لكن اسرة. اسرة كاملة كده. واللع لعيبة كلها لعيبة محترمة. جهاز الفني طبعا والادارة. كلهم صبرت دايما في ظهرنا. وبيكلموا معنا دايما ان احنا نفنش في المربع. احنا فرقة كويسة. وليه ما نكونش في المربع. لا بصراحة. يعني ان شاء الله ربنا يا كريمنا نكمل زي ما احنا كده. ان شاء الله نفنش في المربع. احنا. انت المنافسة تحديدا مع اي لطفة هي منافسة كبيرة. اطبع. اتنين مميزين جدا. منافسة تتعامل معها ازاي. وازاي كمان الجهاز الفني بيعرف يهيئكو يعني سواء انت كنت موجود او اعي لطفة اللي موجود بيهيئكو انت بقى موجود. بصراحة يعني الجهاز ليدور كبير جدا معنا في الحتة دي. طبعا علي جاي من نادي الاهلي طبعا جون كبير. وانا الحمد لله لعبت وعندي خبرات برضو. الحمد لله بتساعدني اللي انا اقدر انافس عليه. والل انا بقى موجود معه في الصورة دايما. يعني ايا كان هو بيلعب طبعا بيلعب على فترات اكبر. انا بقى بشارك برضو الفترة اللي فاتت على فترات. بس اهم حاجة بالنسبالي اللي انا اول مشارك اللي انا على طول لازم نبقى كويس. دي بتساعدني جدا اللي انا طبعا لازم فيه منافسة مع علي. وبرضو مش عايزة انسى برضو معنا مزيكة برضو. طبعا. بقى مساعد الفرقة وجون محترم. احنا التلاتة بصراحة اي حد فينا هيلعب. اهم حاجة الفرقة تروح لحتة بعيدة ونساعد الفرقة اللي احنا نبقى. في هنالي اللي فات كان فيه كلام ان عاية لطف ممكن يرجع الاهلي. اه. انت عايزه يرجع الاهلي. طبعا. طبعا. احب الاجابة الحلوة. طبعا يعني. ما طبعا. اه حتى يك Lev置ه. الخرصة تبقى كاملة ليه يعني. خلي بنيك في الحتة دي كابتن ميك دي يعني بصراحة ما. عما كهم سألوه علي يرجع الاهلي ما كانش عنده اي اعتراض للوه. يرجع الاهليه هو عارف اللي هو عنده اثنين حراس تانيين يقدروا يكملوا يشيلوا الفرقة بمعنى صحة يعني في سؤال عايزة اسأله لك وهو سؤال نفسي هو معناه عجبني الصراحة بتاعتك دي عشان اعرف اسأله يعني دايما مركز حراسة المرمى ده في ظلم كده كده في ظلم يعني اللي بيلعب هيبقى واقد العد اللي قاعد مظلوم لو تبدلت الكراسي هيبقى للعكس فطول الوقت في واحد مظلوم او اتنين كمان مظلومين انت نفسيا بتتعامل مع الامور دي ازاي وظلم غصبا عن اللي بيعملو يعني هوا كابتن مجدي مش عايز يظلمه كله يظلمه بس كده كان في واحدة يبقى كويس واقد عدك هو دي حقيقة يعني هو اللي بيلعب يعني فين وفينها ما بقى فيه تغيير في حراس المرمى صحيح بس انا دي بالنسبالي بعوضها بحاجة واحدة بس يعني هو اللي ربناك هتبهولك هو ده اللي انت هتشوفه يعني بتعوضوا بالتمرين بتعوضوا بالتركيز الكامل في التمرين او في الوقت اللي انت هتنزل فيه تلعب لازم انت بقى مركز وده بصراحة يعني اللي موصلني لي او اللي انا كلما بلعب ببقى كويس طبعا كابتن مجدي بيبقى صبرتي لنا في الموضوع ده وطبعا معنا كابتن عصام محمود بصراحة يعني احنا التلاتة بنتمرن بناخد نفس الجرعة اللي بيلعب زي اللي ما بيلعبش فدي بصراحة يعني من خلالك بشكوره اللي هو مساعدنا اللي احنا اي حد بيلعب في الوقت ده في الوقت يوم المباراة بيبقى جاهز فالحمد الله يعني على حتا طيب كابتن مجدي عبدالقاطي عنده ميزة عظيمة جدا انا عارف كابتن مجدي كويس انه راجل عادل يعني الراجل اللي بيتمرن كويس هو اللي عيشارك ما عندهش ده لعيب بحبه لعيب ما بحبوش هو اللي بقى جاهز بيشارك تعامل في هذه الامور ازاي لما بتقعد عالدكة بتشارك اساسي كابتن مجدي كلامه معاك دايما عامل ازاي والله انا الحمد لله انا ما عادتش دكة اه جامع هو لفة على الفرقة كلها الا انت كريمة صح فرقة كلها لفت عليها التغييرات ربنا كرامني اول ما جيت لعبت فهو كابتن بيتعامل كويس مع كل الناس وما فيش حبه كرة في الكرة يعني انا شاف ان فيه انت تستحق تلعب هتلعب اللي ما بيلعبش ده بيتمرن كويس لحد ما دوره ييجي الصح ان هو لما دوره ييجي يبقى كويس لان انت الفرصة دي مش بتجي كتير صح لما تجيلك امسك فيها صح فكل الناس بتشتغل وكل اللي عابها بتشتغل لحد ما لعب بيجي دوره ولما يجي دوره يعني لو ربنا موفقه ربنا بيكرم ان شاء الله اسألك سعيل بقى وانت بتشارك اساسي طول الوقت مع فريق زاده قبلها كمان مع فريق فارقه طول الوقت عينك عن منتخب اكيد يعني طول الوقت بصص للمنتخب بالمركز بتاعك مليان في منتخب مصر مليان لعبين انا عارف وانت طول الوقت اكيد نفسك توصل للمنتخب بتفكر في الامر ده ازاي طول الوقت اولا اصلا مفروض ان انا انا بعمل علي سواء في تمرين او في ماتشاط انت لازم تحارب تحارب في الماتشاط تحارب في تمرين لحد ما توصل لان خلاص الفترة دي بتاعتك ربنا هيكرمك هتروح منتخب مصر والحاجات دي نصيب يعني انت بتفضل تشتغل لحد ما ربنا يبقى شايل لك نصيبك في الوقت المناسب هو ده اللي بتروح فيه منتخب مصر بدور ان انت تحارب بقى مع كل الناس اللي موجودة بس يعني انا بلعب في كذا المركز يعني ان شاء الله الراح لايئة خدني في اي مكان انا معاك في اي حاجة امتى كنت حاسي ان انت في البيك بتاع مستوك اعلى مستوى ليك وقلت ايه والله انا ممكن المعاصكر جاي حد يندهلي امتى حسيت انت بنفسك انا ممكن اروح في اي وقت يعني دي ما بتطلعش من دماغي اصلا خالص انت عمل عليك وحارب لحد ما ربنا يجبهلك اه ايه المركز اللي انت بتحب تلعب فيه قوي ضمن المركز الكتير يعني هو انا غالبا انا لعبت بقى كريد اه وستة وتمانية صح التلاتة يعني الحمد لله ربنا كريم اننا بقى ديفون كويس صح انت بقى اللي بترتاح احب بالعب في نص الملعب بحب المشاكل بصراح اه ستة بقى اه بحب ستة اكتر من ثمانية يعني اللي انا بتحب المشاكل يبقى ستة بتحب اقصر ستة وتمانية بحب الاتنين في الاتنين بعمل المشاكل اه يعني بتعمل المشاكل بقى يعني انت عنيف لا لما معاك حد رخم كده في الملعب اه بيجري في كل حتة ويغبط في كل الناس وبيكمل ما تسيبوش بقى بحب اشتغل في كل حتة مين اللي قابلته في شبه ده اللي قابلته فين يعني لعيب قابلته او واجهته كان فراق كده في الملعب لعيب فراق في الملعب اللي هو انت قلت ده بتاعنا بقى خلاص بقولي لا وفيه ناس كتير والله اه فيه ناس كتير واي حد بشوفه مميز الفرع تاني لا ما بيسيبوش زي مين اقولي حد بس من الاهلي والزمالك اهلي والزمالك يعني امام عشور طبعا اه امام عشور فيه دونجا دونجا دايما انا هو اه اه التليل اعطي الملعب انا عطيه فيه الناس كتير او الناس المميزة دي بيحب اقرب منها بصراحة اه احب اقرب مسيبوش مسيبوش يلعب براحته اللي هو مش هبعد مسيبوش يلعب براحته اه اصفيه لعيب توصلت يولك ايه لو قدامي لعيب مسلا جامد كده قبعد عنه باللزازة لا لا ما ببعدش اه لا انا بقرب منه برخم عليه اه منتخب مصر في كده انا موجود عددك يعني في اوقات كتير ده بتخليك تبقى عايز في ايه لحظة تفكر تقول ايه لا انا محتاج اعطي اعطي اصيصي عشان انا شايف ان منتخب مصر فيه اسمي جديد بتنضم فانا عايز اروح منتخب مصر طبعا انا كنت بتمنى يعني كان فيه فترة هي في الدور الاولاني ده اللي عبتي فيها يعني 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 كان فيه ايه ترددات الاسم اللي احنا كان ممكن يبقى فيه فرصة يعني اه بس طبعا يعني ما فيش نصيف بس انا كنت تتمنى يعني بصراحة يعني اه يعني قلت كنت متوقع انا بالنسبه لي لحد من الفرقة عندنا كان ممكن يبقى موجود اه فبصراحة يعني طبعا احنا كلنا في ظهر منتخب مصري طبعا فده مفيش كلام طبعا على كده بس كنت اتمنى حد في الفرق عندنا يبقى ممثل يعني في المنتخب عندنا مين الحرس اللي انت بتحبه اوه في الدولة المصري في الدولة يعجيبك يعني بغض النظر يعني مش شرط يكون اسم اداؤه يعني اه اداؤه يعني انا بحب مثلا يعني بحب اصرار الهاني سلمان بصراحة يعني اه هاني اكبر مني بشوية بس انا بحب اداؤه وتمرينه يعني انا عشان عارف بيتمرن ازاي بحب الهاني بسام بيبقى ماشي بفترات يعني بفترة كبيرة بيبقى ماشي شكل كويس يعني بمين انه جديد علينا في الدولة المصري او في الكرة المصريية كمشاركة السياة رأيك ايه في اللي قدمه مصطفى شبيل فتر اللي فات دي معنا اه طبعا مصطفى يعني جون كويس يعني انا شايفه دلوقات اللي هو مصنف يعني اه من الجوان اللي اللي ممكن تساعد الفرقة باللعب بالرجل التحضير الكلام ده كله ده يعني ما تلوقوش كتير في اي جون يعني فانا بصراحة شايفه اللي هو هيروح في حتة ابعد من كده كمانا حمال عايز سألقى تلقى في فرقه والان في زد فكرة الان ده اللي مبقاش معاه جماهير فيه ناس تقولك والله هي ميزة للعب انه ما بلعبش تحت ضغوط كبيرة جدا طول الوقت الجمهور وفيه ناس تاني تقولك لا العب يبقى عايز جمهور طول الوقت فاللعب من غير ضغط ده بيأثر عليه سلبان انت منعني نوع لا وانا يعني انا بحب الاتنين بصراح عايد انا عايز علعب ديني الكرة وصيبنا علعب اوقات الجمهور ده بيبقى دفع كبير لك ان انت انت عايز تفرح ناس كتير وفيه ناس جمهور شعب في ظهرك فانت بتبقى عايز تموت نفسك ان ان انت طبعا تسعد الناس دي وتفرحهم انما بالنسبة الاندية بتاع الشركات يا مطلوبه برده عشان ايها محتاجينها هاني طبعا يعني زودت المنافسة والحالة الحلوة دايما انا ضد فكرة انه يقولك لا لا عايزين كله اندية جمهورية لا مش لازم الشركات لا الاتنين بيضيفه الله الاتنين مطلوبين طبعا الاتنين مطلوبين وفيه لعيبة طبعا يعني بتلعب في اندية شركات ومستنية الاندية اللي هتلعب يعني هتلعب فريق جمهوري فيبقوا مستنين هيلعبوا اهلي وزمالك لا دا الاستاذ كله هيبقى مليان لا دا انا هبقى كويس النهار دا فيه ناس بتحيب يطلع في الاجواء دي طبعا صح طيب عامل السنة دي كنت بتكلم مع كابتن مجدي قريب انتو عندك سوق حظ مش طبيعي يعني فيه مبارات كتيرة ضعت في اللحظات الاخيرة سواء بقى خسارة او تعادلات ايه اللي بيحصل في زد في اللحظات الاخيرة لا هي الفترة دي كانت فيه سوق توفيق غريب يعني احنا كنا محتوطون فيه ييجي في الدهاية 90 كنا بصراحة نبقى أعلانين جدا يعني حاسين اللي ممكن يخش فيه ناجون في اي وقت فطبعا الفترة دي سيطرت علينا مثلا 3-4 مرشات بس طبعا مع الوقت وطبعا اللعيبة نتكلمنا مع بعض وكابتن الفرقة تكلمت والكلام ده قلنا لازما في اول ما تيجي الدهاية 90 لازما نركز نعدل سوق التوفيق ده بحيث اللي احنا يعني نرجع للنتائج الإيجابية اللي هو ما تتحولش عق ده اه ما تتحولش معنا على طول بس الحمد لله يعني مع عدتش هي 3-4 مطشات والحمد لله للرجعة النتائج طبعية تانية احنا لو فيه مطشات فعلا لو كنا خدناها كنا زمننا مثلا من مركز تاني بفرق ابناط كمان بس الحمد لله سوحظ اه سوحظ انا كنت بقى باجي هنا تكلم أقول لها جماعة الفرقة دي ما فيها حاجة غريبة تكونت ماشين كويس جدا 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 بفاجأة في آخر الدوري الأولاني كمان تخسر في آخر دي تتعادل في آخر دي فالحمد لله ربنا عوضنا برضو بكذا مطش اللي احنا اكسبوا البلدية والجونة برضو فرقنا روحنا في حتة تانية فكون برضو احنا ان شاء الله نفسنا الفترة اللي جاية اللي احنا يعني زي ما قلتلك اللي احنا يعني نروح مربع زهبي حتى لو ما شاركناش في آفريقيا ده تارجت لنا اللي احنا نبقى مواجدين في المربع ان شاء الله عظيم أحمد ايه المباراة اللي عدت عليك السنة دي مع زيد صعبة جدا حسيتها كانت تقيلة واوة على الفريق مباراة صعبة بالنسبة لنا هو احنا كل المباراة كل المباراة بالنسبة لنا كاس بس حاس ان انت الفرقة مش في حالتها فالمباراة عملتها صعب وقت فيه كل الفرقة في العالم بيبقى فيه يوم مش بتاعهم فانت يبقى نفسك المباراة تقلص اخلاص بقى عشان احنا نحن مش فيه انا بالنسبة لي ممكن ماتش الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي ماتش الاسماعيلي عشان احنا كنا في سلسلة تعدلات وزي ما كنا بنقول اللي هو سوق التوفيق ما كانش سوق الحظ ماشي معاكم ماشي موجود اصلا والدنيا كانت بايزة معنا ولأ بيجي فينا جهال ماتش الاسماعيلي ماتش إسماعيلي كنت عايزه أول ما جيبنا جليل ماتش يخلص. نخرج من الماتش عشان نفوق من اللي إحنا فيه إحنا شغالين كويس والفرقة كلها شغالة كويس جداً. بس ما فيش توفيق. فماتش الإسماعيلي ده لما كسبنا الماتش إحنا تنفسنا. لما فرقة تنفست لأ الفرقة رجعت تاني. تلعب كرتها. بنلعب بلدها في البلدها بنكسب 3-0. بنلعب الجنة بنكسب بجنة 3-0. لأ الفرقة فقت تاني خلاص. ماتش الأهلي مثلاً فاكره كويس إنه الأهلي جاء يسجل في الديها 89 تقريباً. ده في الفرقة كنتم حافظين إنتوا على التعادل. بس اليوم ده الفيلم كانتش في حالتها. وكانت ماتش حتى بيقول إن إحنا ما كناش في يومنا وقتها. من الماتشات اللي إحنا ما ماتش ماتش. ليه بقى ساعدة؟ ليه؟ لا ما فيش ممكن تبقى مثلاً يعني ضغط على اللعيبة. اللعيبة برضو ما كانتش في حالتها اليوم ده. كنا على الأقل عايزين لو ما كناش خرجنا واحد سف كنا نتمنى اللي إحنا نخرج بنتجة إجابية اللي هي تعادل بي. بس طبعاً برضو كان دي من الماتشات اللي إحنا اتخاطفت مننا في الدهاء الأخيرة برضو. صح صح. كنا يعني في فترات في المباراة كنا اللي إحنا كنا بنستحوز والكلام ده. بس يعني برضو كرة تشاطت دخلت الماتش خلص. صح صح صح. يعني الحمد لله يعني صح. طيب حنلسى بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل هذا الحوار الممتع جداً. خليكم معنا. موسيقى موسيقى